احنا بنتكلم عن يمكن تحديات عالمية مشتركة النهاردة. احنا بنتكلم ما فيش دولة خلاص بقت منفصلة عن دولة أخرى في تحدياتها. لو بنتكلم عن الأزمة الاقتصادية. أزمة الغذاء. أزمة المناخ. وخليني كمان نتكلم عن أزمة اللاجئين يا فندم. التطورات الأوضاع في أفريقيا بشكل عام. في جهود بتبذلها مصر بشكل كبير أوي في العمل على تسويت طبعا الأزمات القائمة بالمنطقة. واستضافة مصر العدد كبير أوي من الضيوف. خليني يقول احنا بنسميهم حوالي تسعة مليون ضيف موجودين على أراضي مصرية. هل الاستضافة للضيوف ومعاملة الضيوف كأنهم فعلا مواطنين مصريين. ده بيثبت قد إيه مصر دولة. خليني يقول ليها دور محوري. مش بس في المنطقة. ولكن كمان في القارة الأفريقية بشكل عام. وهل من الممكن مناشة الهجرة الغير الشرعية على أجندة القمة؟ بالفعل تم مناشة قاضية الهجرة الغير الشرعية مع الأطراف الأوروبية المباشرة. في اللقاءات التي جمعت فقمة رئيس مع رئيس المجلس الأوروبي ومع رئيس المفاوضة الأوروبية. تم استعراض الجهود التنمية في القارة الأفريقية. وتم استعراض كيف أن إحباط هذه الجهود واستمرار الغبن الذي تمتع به فرص دول القارة الأفريقية في التقدم والتنمية. كل ده بيمثل أرضية خاصبة لعدم الاستقرار. وكل ده بيعمل عوامل ضغط من أجل استمرار خروج المواطنين الأفريق إلى الخارج كلاجئين. وفقاً للمصطلح الأوروبي والمصطلح العالمي الذي يتم استخدامه. لكن الدولة المصرية هنا بتقدم نموذجاً رائداً على مستويين. النموذج الأول أن مصر بتتحدث عن فكرة الضيوف. وهنا لازم نتفهم الرؤية المصرية في ده. ولازم المواطنين المصريين يدركوا قيمة هذا الوطن الذي يتعامل بشرف في هذه القضية. ولم يتاجر في يوم من الأيام بمواطن لجأ إلى أراضي الدولة المصرية. ولكن وفقاً لقواعد وضوابط أمنية ووفقاً لضوابط وقواعد تراعي أبعاد الأمن القومي في إدارة هذا الملف المهم للدولة المصرية. تاني حاجة أن الدولة المصرية مساهمة بقوة في الحد من الهجرة غير الشرعية. ويمكن مصر بتطرح على الدول الأوروبية أهمية التلاحة بمسؤوليتها في استمرار دعم الجهود التنموية في القرى الأفريقية من أجل الحد من هذه الظاهرة. هذه الظاهرة باتت تقلق خاصة إذا طرقنا هذه الدول فريسة للتطرف فريسة للإرهاب. كل هذا بيؤدي إلى تنامي فرص الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية. وده بيمثل عامل تهديد كبير جدا لدول هذه القرى اللي باتت تعاني كثيرا من تفاعلات هذه الهجرات غير الشرعية في الفترات الأخيرة. ومن ثم تخفيف الأعباء على دول القرى الأوروبية. أمر بيمثل مصالح مشتركة للطرفين للقرى الأفريقية والقرى الأوروبية. مصر عندما تتحدث في هذه الملفات تتحدث وفقا لرؤية وتجربة هي بتمارسها على أرض الواقع. وتقدم فيها النموذج الرشيد الشريف في التعامل مع أزمة أشقاء في أوطان أفريقية أو أفريقية عربية أو أسيوية أو أسيوية عربية. دي مصر بتقول فيها أنها تحمل رسالة لكل المواطنين في كل دول العالم. أنه التواجد على الأرض المصرية أمر مرحب به. وفقا لقواعدة المعمول بها ووفقا لقواعدة التي تنظم ذلك لاعتبارات الأمن القومي المصري والاعتبارات الأمن المصري المباشرة.